صباح الخير كريم صباح الخير يا نهواندم نورين دينا كلها صباح الخير الجميع للأهل العظام صباح الخير ونوردان كريم لجميع عضان يد الأهل بكل فروق يا رب ويا رب الصحة والسلام كده دايما وربنا يحفظكم من كل شر يا رب العالمين النهاردة جايبين حلقة ريلاكسيشن شوية الناس بتبقى صيمة وعندها شغل الصبح بتبقى جعل بيت طبعا مش مستحمل لأي جيم مش مستحمل لأي حاجة عازة تعمل كده ريلاكس في البيت شوية عشان لو هينزل يصلي مثلا بعد الفطار هينزل يروح الجيم بعد الفطار بيكون جسمه هاتعافى شوية من الشغل بتاع الصبح فبما ان احنا قلنا ريلاكسيشن او حاجة اسمها ميديتيشن ان انا اعمل الجسمي ستريتشات ريلاكس كده طبيعي ان انا ممكن اقعد في البيت كده اعملها مع بعض مع نفسي خمس دقى عشر دقيق في سبيل اللي انا كن نازل بعد الفطار جسمي فيعي طب ايه هو الميديتيشن اقولها ريلاكسيشن ايه هو ممكن اعملها ازاي دلها نشوفه مع بعض نظر ما كانت المهون فوكس في نادي الاهل لفرع الجزيرة دلها حلقة بتاعتنا النهاردة يا رب تستمتوع بها كنت تستفادوا منها على اكبر قدر يا رب تعالوا نشوف اول حاجة ممكن نعملها ازاي كله احنا عايزين على المث كده او في السجاجة عندي في البيت انا ممكن اقمدت خالص لان الوضعية دي اصلا اه بتدي الجسم نوع من انواع السكون والهدوق النفسي غير انها بتعمل استريتش او هدوق للعضلات اه وخاصة سبيشالي كده العضلات الخلفية لا بتدي سكون ونوع من انواع السلام النفسي ونقاعد اه لوحدي وبعملها مع نفسي اه ممكن اعمل استريتش كمان اول تمرينة هعملها معي استريتش ليه العضلات الخلفية طبعا اي استريتش اعمله يا جماعة هسبك من 15 ل 20 ثانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وانا شغلت نفس عادي جدا بالعكس انا اهدي نفسي ومفكرش في اي حاجة خالص اركز في العضلة بس انا بعملها استريتش لان التركيز سبعين في المية من العضل استجيب معاك بالعكس انا لو بعمل استريتش من استريتشات دي وبفكر في اي حاجة تانية شغل مشكلة عندي مش عارف ظروف مش عارف ايه الكلام ده ده ممكن يخرجني برا مود الميديتشن بتاعي ويدخلني في قصة اصابة وانا مش واخد بالي فربني احمل جميع رب يحفظكم لازم اركز في الاستريتش بتاعي ده نخلي عقلي وروحي وتفكيري من اي مشاكل اي ضغطات ما قابلاني في اليوم الناحية التانية اجلية الشمال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد كده احط بطن يجلي يمين في بطن يجلي الشمال زي ما انا شايف كده افرد ضهري احاول اقرب القدمين نحية بطني وامسك كده عشان اسبتهم واحاول انزل بوجبتي اليمين والشمال نحية الارض زي ما انا شايف واحد اتنين تلاتة ولو عايز اغمد عيني عشان اتأمل شوية ما فيش مشكلة انا ممكن اغمد عيني واعد اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طبعا نشوفي الاستريتشي تاني بعباره عن ايه طبعا الاستريتشي اللي فاتس يا جماعة ده بيخدم العدلة الضمة طبعا سبحان الله الوضع ده طبعا موجود في الصلاة السجود والركوع الوضعين دايماً بيلاقي فيهم نوع من أنواع أعظم استريتشات وصحة للجسم الإنسان فسبحان الله دايماً الوضع ده في الصلاة بيكون مروح للجسم فانا هعمله فعلاً هستطموه في الاستريتشات بتاعتي انه بيعمل استريتشات للعضل الأمامية وفي نفسه تستدري مفروض وبروح بإيدي لقدام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انا رحتي بيديها لقدام ليه عشان يكون كمان ضفتي ليه مش مش استريتشات للعضل الأمامية بس انا بعمل كمان استريتشات للور العضلات الخلفية في الضهر طيب وكمان عضلة سبر دخل معي في الاستريتشات طب لو رجعت شوية الورا كده انا عزلت بعمل استريتشات للأمامية بس طبعاً نخلي بالنا للناس اللي عندها صليبي او غضروف او او الكلام ده ما ينفعش يعملوا استريتشات دي عشان تبقى خطر على مفصل الجربة دي بتعمل استريتشات العضل الأمامية زي ما انا شايف اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اكيي التكنيك التاني اطلع رجلي اليمين قدام لازم رجلال يمين تبقى زاوية تسعين. رجلال الشمال اللي ورى. وباليف اعمل لمنطقة الوسط منطقة الكور العكس. يعني مرجع رجلال الشمال اللي ورى اروحها ناحية اليمين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. رجلال يمين ورى يبقى اروح ناحية ايه الشمال بروضو عليه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. اشبك ايدي اليمين والشمال في الشمال اطلع فوق. وارجع سننا الورى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. واعمل ساية قبليك ناحية اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. اعني بقى لاماميات كلها كده ارجع والمس كعب رجلي لاتنين زي ما انا رجع كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. الدرعات طبعا مهمة جدا في الاستريشات عشان دي اللي بشتغل بها في معظم الجيم. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. ده الشمال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. وحاوبة بفنش بالتكنيك الاخير وده برضو من الاستريشات المهمة جدا اللي بيشغل اكتر عضلة في الجسم بيسموه شبر كرفوساء اللي هو باخد جلال اتنين على بطني وبطلع راسي قدامي بكور الجسم بطريقة كراوية زي ما انا شايف كده وازبط بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. وبكده كتادي اهم الاستريشات اللي ممكن اعمل بها او ريلاكس او استريشات زي ما احنا عايزين نسميها نسميها بروحيتنا بس في الاول وفي الاخر نتيجة واحدة ان انا باعمل ريلاكس للعضلات بتاعتي بكون في مرحلة تأمل شوية هي مش منها كمان استريشات انا بنضف عقلي وبخليه من اي ضغوط او اي سترس حصللي على مدار اليوم مشاكل ظروف مش عارف مشاكل حصلتلي فين شغلي بيتي الكلام ده لازم افصل يا جماعة لمدة عشر ديه او ربع ساعة في اليوم سيبقى في رمضان او بر رمضان لازم تفصل عشان تخاطر عقلك وتفكيك وخلاك تتجدد لان خلي بالك وانت بتفكر في اي ضغوط او مشاكل في خلايا في الدماغ بتموت وبيطلع ببدالها خلايا جديدة عن طريق اللي انت زم تفصل ان انت هتسافر تعمل تعمل فهدف منها ان انت لازم افصل عشر ديهار ربع ساعة وبعد كده ارجع تاني لحياتي طبيعي اقدر دماغي اتفكر حتى في المشاكل بطلعها مختلفة واقدر احلها رباني احفزكوا طبعا يا رب كل سنوان طيبين ويا رب تكون حلقة على جابتكو النهاردة كل سنوان طيبين وفي حلقة تانية جاية ان شاء الله معاكاتنا معالف السلامة